نحن نحكيه على 3 وال4 عناصر فقط نحن نخبرك فيهم واستقرائك لهم ولمواقفهم فرنسا مثال شو الموقف الفرنسي وقتنا نشوفه ماكرون في قمة تلفراكفونية في جربا يدعو إلى مشاركة فعالة في الانتخابات ويدعو إلى أن تكون هذه الانتخابات مناسبة لتكريس الديمقراطية في عاد قيس سعيد يعني كيف اشتقرب ربما الموقف الفرنسي مما يحدث الآن في تونس شوف الموقف الفرنسي وحتى الأمريكي يتمهاو في مسألة أساسية أولا أن يحبوا فما بعض المعلومات الآن التي تتداول أنه سمى اتفاق أو شبه اتفاق أمريكي فرنسي الآن فيه ثلاثة محاور أساسية المحور الأولاني طبعا بقاء قيس سعيد ممشي تحدثوا على رحيل قيس سعيد والجنب الثاني أنه لكن يبقى قيس سعيد بمحددات أخرى وببرنامج آخر اللي هو عودة الانتقال الديمقراطي وكذا لكن هذا الانتقال الديمقراطي ما يترحوش فيه مثلا عودة الإسلامين للحكم ما يترحوش فيه الإسلام السياسي عودة الحكم ما يسمى بالإسلام السياسي ما يترحوش فيه بالموقف الأمريكي والفرنسي لا في هذا متفقين هذه أخر معلومات في تقديري معناها متفقين على هذه يبقى قتلة داخل برلمان تمثل 20-25% ما هيش مؤثرة في صنع القرار للتشريعي ولا السياسي في البلاد وهذا عنده علاقة بالنسبة لفرنسا خاصة وبالنسبة حتى الولايات المتحدة الأمريكية عنده علاقة بالإقليم يعني ما يحبوش الآن الإسلام السياسي هيمن على المغرب العربي على سبيل المثال يعني ثم مشروع كبير في الأمريكي مشروع إزينستات هذا تعرفوا مليح عمر في آخر التسعينات كان طرحوا هذا مشروع اسمه مشروع إزينستات لتحويل المغرب العربي إلى سوق مغاربية كبرى فيها 300 مليون معناها ساكن ومستهلك بطبيعة الحال وتوقف بسبب في الفترة هذه كمعناها 11 سبتمبر لكن طوال الولايات المتحدة تفكر بهذا الطريقة طبعا وعلى خلفية أخرى أنه السين ما تخترقش المغرب العربي تحب تسبقها في هذا لذلك هي معنية أنه الإسلام السياسي ما يمسكش السلطة لا في تونس لا في ليبيا وأيضا في الجزائر ولكن هنا ثم معطى مهم البارح مثلا الرئيس الجزائري يستقبل أكبر كتلة برلمانية وأكبر معارضة عنده حركة مجتمع السلم ويجري حوار مع رئيسها طبعا ما تسربتش معلومات حول لكن أعتقد أنه المعلومات هي دور حركة مجتمع السلم في صنع القرار السياسي مستقبلا في الجزائر ربما الجزائر تحب تتجنب الوضع في تونس وتتجنب الوضع في ليبيا لكن أعتقد أيضا أنه الوضع في تونس والوضع في ليبيا كان على طويلة البحث بين الرئيس وبين رئيس هذا الحزب حسب ما تقول بعض الدوائر الجزائرية العالمية الجزائرية نحن ما زالت الوضع متع الاسلام السياسي في تونس لم يحسب أيضا كما بتحسنش قضية رئيس الجمهورية وثم قضية المصالح يعني فم اتفاق أنه المصلحة الأمريكية تبقى في التعاون العسكري والأمن مع تونس يمن كفحة الإرهاب في علاقة بالجوار الأفريقي وما إلى هناك بتكونش تونس ضوابة نحو التشاد ونحو الصومال ونحو الدول الأفريقية لي من غادي وفي نفس الوقت يعني تكون فما رقابة على الحدود التونسية في علاقة بالأفريقية ولكن في نفس الوقت أيضا تكون فما معناها مصالح الفرنسية مضمنة قضية للثقافة المسألة الثقافية معناها اللغة الفرنسوية الفرنكوفونية معناها المؤسسات النفطية المؤسسات الصناعية والتجارية الفرنسوية تقعد في تونس وتستثمر وبقوة إلى خين ثم هذا الاتفاق كيف يقع تنزيل الاتفاق هذا السؤال الكبير لكن الهناء الاتحاد الأوروبي غاية منيش نسمعه فيه إلى حد الآن الاتحاد الأوروبي يكيينه يتفرج انت تعرف المفوض السياسي متع الاتحاد الأوروبي اسمه هو برويلة دا آخر مرة قابل فيها الرئيس قيسة سعيد عملت تصريح خطير يعني كد يقول أنه معناش ما نحكيه مع الرجل دا مشوفناش انبعد تحدث على تونس مطلقا كأنه ثم حسم معناتها في الديسك بوليتيك متع الاتحاد الأوروبي ثم حسم في الشأن التونسي إما وقع تفويضه للأمريكا والفرنسيس أو قاعدين يستناوروا بما في حال حالة الموضوع بيش نجموا يدخلوا على الخط دونك الخارج نفسه روه مرتبط بينا نحن بقدر يضعفنا بقدر ما يتتقع أملاءات علينا هل سنقبلوا نحن الطرح الأمريكي هذا والفرنسوي هل سنقبلوا الأملاءات الفرنسية طبعا الفرنسا ما يساعدهاش وجود إسلام سياسي في تونس ما يساعدهاش بكل الصور هذا معناه أنه عنده حرب في داخل فرنسا حول قضية الإسلام والإسلاميين والمسلمين في فرنسا إلى خيره وأنت تعرف ديمغرافيا فرنسا تفقد كثيرا من الفرنسيين الأصليين ولد فرنسا والعرب اللي قاعدين يمشوا غادي والمسلمين قاعدين يغيروا في الخارطة الديمغرافية الفرنسوية غاديك وهذا مقلق بالنسبة للأجهزة الفرنسية لذلك تحب ماذا بها تقص الجوانح المسلمين والإسلاميين اللي يجيوها من الدول هذه العربية عبر نسف كل ما هو موجود إسلام سياسي من مصلحتها أنه ما يطلعش هل الأمريكان اليوم هي تخوذ حرب ضد الصين من مصلحتها تنهي الإسلام السياسي شؤير أنا نطرعه لأنه هذا مهم كيف ستحارب الصين هي تحاربها بالعسكر برك تحاربها ثقافيا وسياسيا وعقائديا ودينيا وإيديولوجيا أيضا تحاربها بطيارات من هذا القبيل هي اللي قابلة أكثر من غيرها هي القوميين بالنسبة معينة تخوذ الحرب ضد الصين نحن في تطورات إقليمية ودولية صعبة معقدة جدا أنا نعتقدع ليش قلت كنت تاريخية نرجع للفكرة لأنه هذه بش عتينا ضمانة ضمانة لتونس أنه نحن نقرر مصيرنا أيضا وندخلوا في قرار مصيرنا البقاء نتفرجوا على بعضنا ونتعاركوا شكون لول وشكون الثاني وشكون عنده الحق يعمل الحوار وشكون عنده ما عندهش حق يعمل الحوار وندخلوا هذا وماندخلوش هذي وذي نقصيوه وذي ما نقصيوش هذه بوابة للخارج حتى يحدد لنا مصير